غالباً الشخص الشكاك قبل ما يتجوز بتكون ليه علاقات ما كملتش بسبب شاكه سواء بقى كالجواز أو خطوبة أو تعارف أو ارتباط ده بقى اللي بتكتشفوا مين تعيسة الحظ بعد ما تتجوزوا بيخليها تشوف جوهنم على الأرض ما بيكونش فيه قصادة غير حالين يا صفوق يا تسيبه وتنفت بجلدها حتى لو هي مش تاخد منه أي حاجة من مستحقتها مش عايزة أقب بريك يا إما تتنازل عن كرمتها وتضحي بصحتها وتكتم في نفسها وتعيش بقهرتها ويجي لها أمراض الدنيا بس في حل ثالث في حل ثالث حلو قوي لو الزوج ده اعترف بمرضه وقرر إنه هو يتعالج منه ويبقى عنده رغبة بجد إنه يخف أنت يا صفوق محتاجة إنك تحاولي حاولي عشان تبقى عملتي اللي عليك ميبقاش ضميرك حتى مقنبك خصوصا إن فيه طفل وهي حسبك على ده لما يجبر فات خلاص وقت بقى إنه أنا عودة لأمك وعاد بك وقلك تسرعتي ما فكرتيش صح بنقصر الخطوبة ليه فافتكرتي إن الجواز ده يحل كل مشاكلك وتعبك زي ما بيتحكوا علينا وإحنا صغرين هيخذك الفرس على الحصن البيض من غير بقى ما تقعد تدرسي شخصية جوزك أو تب يعرفك كويس قبل الجواز بس أنا اللي يهمني حاجة إنه أنا ببصن المستقبل إنه ده ممكن يبقى درس لكل بنت بتشوفنا وبتفكر بنفس الطريقة وفاكرا إن الهروب من بيتها بالجواز هيوديها الجنة زي ما كل واحدة هتقعد تقولك إيه هتبقى تخرجي في بيت جوزك هتبقى تلاقي جوزك ما بخرجهاش هتبقى تبصتي في بيت جوزك وتلاقي مش مبسوط ما فيش الكلام ده أنت محتاجة يا صفاء أن أنت تعادي كده تعادي ترتيب أوراك زي ما بيقولوا أعملي سيناريوهات تخيالي شكل حياتك في حالة أن أنت كملتي وفي حالة لقدر الله أن أنت طلقتي هتبقى قوية إنك تشيلي مسؤولية نفسك ومسؤولية الطفل اللي غالبا وبابا من الواضح ملا أسمعته من القصة إنه هيرميه وهيتخلى عنه بعض الطلاق وممكن يقولك مش ابني أو يفضح الوقت كمان طب إيه بقى فرص الشغل اللي ممكن تكون قدامك طيب فلوس الشغل أو دخل الشغل ده هيكفي ولا لأ طب إيه إمكانات إن إخواتك يساعدوك ويقفوا جنبك طب لو كملتي معاه في أمل إنه يتغير طب ممكن أهله يتدخلوا ويساعدوك في علاجه أو يتكلموا معاك المتين يرادوا الأطراف كلها أو يفاهمون إنه غلطان إنتي قدرة واحدة بظروفك قوت استحمالك وإنتي اللي في الموقف وإنتي تعافي الجاوبي على الأسئلة لأنتهلك سمعت معانا كلام دكتور حمودة بس ما حتش عارف يحلها غيرك وليس لها من دون اللي هيكاشفها هستنى منك رسالة تتمنيني فيها عملتي إيه وهستنى من كل تفرجوا علينا يا طارى لو ارتبطتي بحد أو اتخطبتي لحد أو اتجوزتي حد شكك هتعملي إيه ولو كملتي إن هيكت عملة إزاي؟ ودينا لكلنا بنتعلم من مواقف بعض